أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى على نعمه التي لا تحصى ومن أعظم بل أعظم نعمة يمنّ الله تعالى بها على عبده هي نعمة العقيدة الصحيحة ونعمة الإيمان وسلوك الطريق المستقيم الموصل إلى رضى الله سبحانه وتعالى ولذلك قال الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وهذا العنوان شبهات حول دعوة التوحيد شبهات جمع شبهة والشبهة ما يختلط فيه العبد أو فيها العبد يختلط الأمر هل هو من الحق أم من الباطل هل هو من الحلال أم من الحرام يختلط عليه الأمر ولذلك جاء في صيح البخاري ومسلم من رواية النعمان بن بشير رضي الله عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بيّن والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغى إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب فالشبهة إذا وردت على العبد اختلط عليه الأمر ولذلك أهل الشبهات يوردون الشبهات التي يصدون بها الناس عن الحق ويحدث بها الاختلاف وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء السابع عشر قال وإذا حدث الاختلاف فسببه إما الجهل وإما سوء القصد ولذلك قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه لماذا؟ ابتغاء الفتنة فلما كان سوء القصد وقع الضلال ووقعت الفرق بين المسلمين ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الشبهات ومن أئمة الضلال ومن دعاة الفتن ومن أهل البدع كما جاء في صيح البخار من رواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تلى هذه الآية هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله قال فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم ودعوة التوحيد بقية العنوان هي الدعوة القائمة على دعوة الناس وعلى ترغيب الناس في ربهم سبحانه وتعالى أن يتوجهوا إلى الله وأن يفروا إليه والتوحيد هو إفراد الله بالعبادة التوحيد هو إفراد الله بالعبادة وأخذنا هذا التعريف من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لذلك تجد هذا التعريف في كتب العقيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعن أبيه قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله في رواية فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله والرواية الثانية تفسر الرواية الأولى فالتوحيد هو شهادة أن لا إله إلا الله هو إفراد الله بالعبادة إلى آخر الحديث وسيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في الرد على الشبهات ودي جماعة أشرف دعوة دعوة التوحيد وأنا ذكرت ذيك فائدة قبل ما نمش في الشبهات إن شاء الله دعوة التوحيد دي ما خاصة بجماعة ولا بطايفة ولا بحزب ولا إت تبقى في جماعة ولا طايفة ولا حزب قال لك بس مسلم الإسلام ده جماعة في أحسن منه إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين قال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني إنني من شنو من المسلمين بس كفاء تكون على الإسلام الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من عند ربه سبحانه وتعالى القرآن والسنة والصحابة فهم للقرآن والسنة شنو وليه اخترنا الصحابة لأن الله ذكرهم في القرآن قال لك أنت كان داير يعني هذا بالتفسير يعني بالداري كانت داير الله يرضى عنك ويدخلك الجنة تسلك منهج الصحابة القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة الدليل على القرآن إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى الدليل على السنة وإن تطيعوه تهتدوا الدليل على إنه الدين دا القرآن والسنة بفهم الصحابة قول الله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار دا المجد الصحابة والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنهم إنت مجدار الله يرضى عنك هاي وبعدين وأعد لهم جنات تجري تحت الانهار إلى آخره ونحن جماعة ما بنجتمع إلا لو رجعنا للمنهج دا نترك الطوايف دي كله لا أنصار سنة لا صوفية لا جماعة الإخوان المسلمين لا حزب أمة لا جماعة تبليغ لا حزب تحرير لا كلها نخليها نرجع بس الكتاب والسنة والكان على الصحابة لو فارقنا الدريب دا ياهو بتحصل الخلافات ولذلك قال الله تعالى في سورة البقرة فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما همشنوا في شقاق دا ما يحصل الخلاف طوالي والله سبحانه وتعالى ما قال فإن كانت عقيدتكم كعقيدة الصحابة ولا قال فإن كانت صلاتكم كصلاة الصحابة لا الدين كله فإن آمنوا بمثله فإن آمنوا بمثله تطابق أل كانوا على الصحابة في العقيدة والأخلاق والمعاملات والعبادات وفي كل جوانب دين الله سبحانه وتعالى فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فدعوة التوعيدة جماعة لأي مسلم أي مسلم أفروض يكون عنده غير على الدين جماعة ويدافع عن الله سبحانه وتعالى يا أخي إن تنصروا الله ينصركم ولذلك رب العزة والجلال ذكر ليك يا أخي مش البشر الجمادات يا أخي بتغير لي الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وأي زول زول توحيد كذا عائل له كذا شوف من الناس الزمان شوف الآن بيده الكلون والرسل دعوة شنو وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطاغوت وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُولِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ ما هو دعوتنا شوف الناس الغير الرسل شوف وَاسْحَابَ الْكَهْفِ إِنَّهُمْ فِتْيَةٌ آمَنُوا بِرَبِّهِمْ وَزِدْنَاهُمْ هُدَى وَاللَّهَ زَكَرٌ لَكْ فِي الْقُرْآنَ سُورَةَ كَامَلَيْسِمَا سُورَةَ الْكَهْفِ وأكرم والله بل ذكر حتى الكلب المعاون وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيد يغل ذكر هدهد طيرة ذكرت في القرآن عندها غير على التوحيد وتفقد الطيرة فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لو عذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إني وجدت امرأة تملكهم الطيرة زعلانة الطيرة الهدهد زعلان من ناس قالوا والله زعلان من الناس ذيل وزعل شديد وسببي الناس ذيل لخبة في حاجتين ها لخبة في شنو أول شي دتقرير برفعه الهدهد لسليمان عليه السلام زمان بدري ما حل المشاكل لما في القرآن ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا الحاجة الأولى إني وجدت امرأة تملكهم أول شيء زعلني في الناس ذيل ناس رجال بيش نبات الملك بتاع بدراجل مرة يعني الشغلة دي من بدري شنو بالزعل لأن المرة دي في النهاية ما بتصلح للحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم في صيح البخاري وغيره لن يفلح قوم نولوا أمرهم امرأة ذاته الرؤسة مرات في اجتماعات مغلقة وفي مرات القاضي ذاته كونه يكون امرأة تحصل مشاكل كبيرة ممكن تتجيب الأوراق والمواد بتاعتك والهناي والبراهين ذاك يجيبه وردة بس بيكسب القضية فالشغلة بتجوت وموضوع طويل جدا لصح التعبير مواده هنا لكن في النهاية جماعة قال إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم الحاجة الثانية الغضبتني وذي مناسبة الكلام وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم فالزلج ما يكون عنده غير للتوحيد ودافع عن التوحيد ويبلغ التوحيد ويخد مسؤولية في رقبته حتى لو عنده معاصي وزنوب يقول لك أنا دا يرى والله يدعو إلى التوحيد وكذلك لكن وده شرف وده خير وده أجور عظيمة لكن يا مولانا بس والله الشغلة دي الصعود ده ما قادر خليه واحد تاني يقول لك الغنى ده ما قادر خليه الثالث يقول لك أنا عنده زنوب أدعو كيف ادعو للتوحيد أراجع نفسك أتوب والله بوفاك قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا قال عكرمة القول السديد في هذه الآية لا إله إلا الله وعكرمة دا من التابعين دي لها المكة شيخ الإسلام قال أعلم الناس بالتفسير أهل مكة لأنهم تلاميذ ابن عباس هكريم ومجاهد ناس مكة هناك قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا البحصل شنو يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعدين يوم القيامة الناس بتشكل وأعظم شكلة يا هافتة التوحيد الدليل على أن الناس بتشكل يوم القيامة إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون وأعظم شكلة تمشت في صف التوحيد يوم القيامة هذان خصمان الأولى اللي بيوردوها عشان يصدوا بها الناس عن دعوة التوحيد وبواجه بها دعاة التوحيد يقول لك يا مولانا أنت أعظم بتتكلموا في التوحيد الناس دي كلها موحدة الناس الجامعة دي كل لهم موحدين قلتوا يا أخي بتتكلموا في موضوع يغيزوا العارف الموضوع ده كيف وديبوا أجهباء كثير من الدعاة أول ما تجد كيف يقول لك دارت تتكلم في شنو كان قلت لهم دارت تتكلم في الطهارة يقول لك تفضل في الصلاة يقول لك تفضل والله دارت تتكلم في بر الوالدين تفضل دارت تتكلم في شنو في التوحيد لا 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 الناس دي كلها موحدة والناس دي جماعة يتكلموا لهم في الطهارة والصلاة وفي الوضو الجواب جماعة للشبه دي إن الزول الموحد بيذكرو بالتوحيد الزول الموحد ذاته شنو بيذكرو بالتوحيد بقول الله تعالى فاعلم دي آية نزلت على الرسول عليه الصلاة والسلام فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم دي سورة محمد الآية التانية رب العزة والجلال قال في سورة النساء يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ يعني أول شيء ثبت لهم شنو الإيمان أُتَانِي أُتَانِي أَمَرٌ بَيْشْنُوا بِالْإِيمَانِ والآية التالتة في سورة الممتحنة يَا أَيُّهَا النَّبِيُّهُنَّ يَا أَكَاءَ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ اللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَفْوًا وَهُنَاكْ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ يعني هجَاة مُؤْمِنَة ومُهَاجِرَة وبعد ديتة امتحينة في شنو في الإيمان وَأَلَّهَا أَثْبَتْ لَهَا الإيمان في البداية عشان كذي حتى الرُّسُل الله سبحانه وتعالى قال وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِهِ شيئًا وطهِّر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذِّن في الناس بالحج ده إبراهيم ده إمام الحنفاء وده أبو الأنبياء وألا سبحانه وتعالى قال عن موسى عليه السلام يا موسى إني أنا ربك فاخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا وجد التوحير فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فديل جماعة الأنبياء والرسل الله بدعون للتوحيد وهم أهل التوحيد وألا بأمورني اتبرأ من الشرك وهو يعلم أنهم بريؤون من الشرك قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وألا نزل عليه ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت قال له لئن أشركت منه الله سبحانه وتعالى وهو يعلم أنه لي يشرك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين فديماعة شبه واهية جدا ما يقول لك نحن موحدين ما تكلمنا في التوحيد ذكر فإن الذكرى تنفع وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ما مؤمن بإسمع القرآن ده والذكرى والتوحيد إلا بإنتفع بنص القرآن إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليد عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم والرسول عليه الصلاة والسلام ذكر الصحابة في صيح البخاري ومسلم من رواية أبي بكر الثقف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى قال الإشراك وعقوق الوالدين وكان متكئا فجلت قال ألا وقول الزور ألا وشهادة الزور فما زال يكرره حتى قلنا ليته سكت والرسول عليه الصلاة والسلام في صيح البخاري ومسلم من رواية أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قالوا وما هن قال الشرك والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الربا وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقذ المحصنات المؤمنات الغافلات وكما قال صلى الله عليه وسلم فالزول يذكروا بعدين جماعة النازل بيقولوا الناس دي موحدة ذكرون بالطهارة والصلاة الناس دي برضو ما مطهرة يعني الناس دخل الجامع متوضي ولا ما متوضي هو متوضي كذبوا الراحة كذبوا ما متوضي يعني زي ولك هو متوضي لكن برضو ذكروا بالوضو نحن قال له موحد وبردو يذكروه بشنو بالتوحيد ما نفس الشغل فذي الشبهة الأولى الشبهة الثانية جماعة بيقولوا الكلام في التوحيد بيفرق الناس خلي الناس الشكله والناس دي جماعة الجامع دا أو مما تتكلم في التوحيد طوالي بالشكله هو التوحيد دا الرد على الشبهة دي التوحيد هو اللي بيجمع الناس كذا اسمع كلمة هو اسمه أو اسم التوحيد يعني توحد الله سبحانه وتعالى اليوم اللي بتوحد الله سبحانه وتعالى ودي وحد الله سبحانه وتعالى بتبقى أخوان إنما المؤمنون يخوه ولذاك الشيخ الفوزان حفظه الله في شرحي لشرح السنة للبربهاري قال والذي يجمع الأمة التوحيد والدليل قول الله تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداءا فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إيشنو إخوانا إنت قبل الإسلام وقبل التوحيد كنت بيناتكم عداوة مما جاء التوحيد دا وجاء الإسلام إنت ألفت بقى الرسول عليه الصلاة والسلام جام أبو بكر قرش وجام بلال حبش وجام بسلمان فارس وصهيب الرومي وإلى آخره وذاك من الأوس وذاك من الخزرج سعد بن عباد وسعد بن معاذ وغيرهم فالتوحيد دا جماعه اللي يجمع الناس يخليهم سوا أشكي رب العز والجلال قال يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم شفت الأكرام والاجتماع ياهو التقوى والتقوى أعظم شنو أعظم التوحيد والدليل وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلا كلمة التقوى هي لا إله الله كما قال الشيخ الفوزان ولذلك رب العز والجلال قال وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه ألا تتقون أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين والله الناس ما تجتمع إلا بالتوحيد هالشير يكون بيفرق الناس هالتعلق الله المسلمين لو في العالم لو ساي لو في العالم بس ياهو جامعنا دا دو خمسة بعجاي قالوا نحن تابعين ليه فلان فلان دا زول خطر وزول كذا وتتعلقوا بيه وتبقوا عقيدتكم فيه في عشر أنفار ما شمعوا قالوا نحن طريقتنا كذا وشيخنا فلان كذا وابن نادي في الشدايد شيخ محمد أحمد دا واحد تاني جبه الباب دا قالوا يا جماعة والله أنا شيخي اسمه عبد الباقي والله خطر مرة واحدة والله بدي الجنة والزول دا زول مرة واحدة في سبعة مرة واحدة بيقوا شيخنا عبد الباقي ومدعا اللي جنبيه والعربية ذرت انقلب بدلنا دا والله بقولوا يا شيخ عبد الباقي في ثلاثة وراء قالوا والله نحن شيخنا مختار والله دا بعرف الرايحة ذاته وين وبعلم الغيب ذاته عديل كان في تماني انفار مرة واحدة حس الجامعة دا ما تفرتق جواحد صنقر في النص قالوا يا ناز محمد أحمد تعالوا الله بس جو قالوا تعالي عقيدتنا في الله يا ناز عبد الباقي تعالوا الله بس قالوا عقيدتنا في الله يا ناز مختار تعالوا الله بس قالوا عقيدتنا في الله اللمّاهم منه الفرتقوا منه مش اللمّاهم زول التوحيد وفرتقوا زول الشرك ولذلك أجماعة التوحيد دهول بيجمع الناس الله بيجمع بين الناس هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم شرك دالفي والفرقة ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ولذلك أجماعة بعدين شوف أي ناس فرقوا التوحيد أعرف دين ناس فيه الناس حق وناس باطل لكن كان كلهم الناس حق يفرقوا كيف التوحيد هست المساعد دي كثير مننا اكتبوا لك ورقة ولك ممنوع الحديث إلا بإذن من اللجنة واحد وإذن من الإمام وفي مساجد قرأت بها يعني قال إذن قبل 72 ساعة يقول لك تعمل عملية جراحية جفتا كيف والله وما جاءت مزجي تينا فيهم درمان دي مننا والفتحاب قالوا الدار تحدث أوة شي لا يجوز الشحدة واحد اتنين الذي يتحدث يعرف نفسه وحالته الاجتماعية مزوج والأمزوج وما هو عمله عمله وعدين برضو هناك لقيتهم في منطقة وقسم بالله قالوا بعد الصبح لا يجوز الحديث إلا دقيقتين فقط من الصباح صحيين زهجانين ما دارين أي كلام من أصبح يا كاف البلع الشغل في المساجد دي دي يقول لك شنو مناسبة الكلام الجران شنو يقول لك ممنوع الحديث في المسائل الخلافية تقول لها الخلافية شنو زول دخل المسجد و لقى بعض الصلاة لقى في ثوب نجاسة هل يعيد الصلاة ولا خلاص وكذا ما عفو عنه ولا دي وهزول صلى وساد يديه واحد صلى وقابض يديه المسائل الخلافية دي والتيمم ضربة ولا ضربتين وهل يديه الكفين فقط ولا إلى المرفقين وهل يبدأ بالكفين والمرفقين ولا الوجه ده الخلاف ده وهل الجلود المراكب النعلات هل بيجوز مركوبة لا صلى ولا بس هل الجنين ما يؤكى اللحم ولا ما لا يؤكى اللحم قال المسائل الخلافية قصدهم دي دي كان جيد تكلمت فيه عشر ساعات قل لك يا زول الله دعي لهم عجيب قل لك ده بفتيب المذاهب الأربعة ذاته الخلافية عندهم شنو جما خلافية التوحيد ده مما تخش التوحيد قل لك آها خرم هكام مخرم يا دوب خش الشارع قل لك وشنو خرم ودع جماعة ده مخرم لأنه جماعة بالراحة كذي إذا السان واحد طرح مسألة قال زي المسائل دي قال زول صلى وقبض يد دي وتاني صلى واحدة التاني صلى وسدل هل الصلاة صحيحة ولا باطلة أيها دي أنا ممكن أجيب فيه شنو أقوال أهل العلم واجيب الاختلاف وكذا وكذا وإلى آخر لكن زول جوا في المسجد قال نعده الله براو توحيد الله وحده الدار اختلف مع هذا دار يقول لي شنو كذي بس الدار اختلف مع هذا بيقول لي شنو ما في خلاف الخلاف دا جماعة لما نكون في زول حق وزول باطل ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون الناس قالوا كلام حق الناس قالوا هج كلام دا ما كويس أشاكذي في القرآن يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا زمان كنت كويس إما خشيت في المواضع دي فده جماعة فالتوحيد دا الرد على الشبهة التوحيد والله هل بيجمع الناس هاصلوا وفرقوا ويألف الغروب والناس تتوجه إلى الله يا أخي يا أخي الله في القرآن قال والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء شوف الموعظ دي بليغة كيف ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون تنتبه دا ذكر دي أنثى دا تيس دي غنماية دا أسد دي لبوة حتى النخل حتى النخيل يقول لك دي أنثى ودي شنو ذكر الله وراء كنو أي مخلوق محتاج لي مخلوق لكن لما نجفه نفسه قالنا براي بس ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخرا إني لكم منه نذير مبين فالتوحيد دا جماعة اللي بيجمع الناس دي الشبهة التالية الشبهة التالتة جماعة من شبهات الناس اللي بيعترضوا على دعوة التوحيد بيقول لك يا أخي إتو بتنكروا الأولياء والصالحين ولكنت لما تتكلموا في التوحيد إتو بتنكروا الأولياء والصالحين دعاة التوحيد يا جماعة ما بينكروا الأولياء والصالحين في أولياء وفي صالحين هو الأولياء والصالحون مش بدر بس زمان ليه هم القيام والدليل في صيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك الطائفة الناجية والطائفة المنصورة ودي ما تفتكر ناس فلان وفلانة يقول لك نحن يعني لا 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 هل تمتما اتصفت بالكتاب والسنة اتصفت بالحق اتبعت الكتاب والسنة وما كان عليه الصحابة ات من الطائفة المنصورة ما إلا تبقى في جماعة واللحظ وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده لتفترقن هذه الأمة دي رواية كذلك في رواية وستفترق أمتي على ثلاث وسبعين فرق كلها في النار إلا واحدة قالوا من يا رسول الله قال الجماعة في رواية قال من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي في لفظ من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي في أولياء جماعة والأولياء ذلك الذكروا في القرآن وعندهم صفات أبرز صفتان دار تبقى وليه صالح أي في صفتين باختصار شديد يعني الإيمان والتقوى التاسي لو مؤمن تقي من الجامعة دار تمرق ادت وليه وليه صالح ما اللي يكون نسبك فلان الفلان ولا كذا ولا عندك حاجة لا لا بس مؤمن تقي ادت وليه لله الدليل في سورة يونس ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ياتن الذين آمنوا وكانوا يتقون عشا كذي في تفسير ابن كثير وفي تفسير السعدي من كان مؤمنا تقيا فهو لله ولي الدار يبقى ولي يكون مؤمن ويكون شنو تقي تكونوا مؤمنا تقين عشا كذي رب العزة والجلال قال الله ولي الذين آمنوا ما خاص بين نفر ولا نفر ممكن زل تلقى بتاع خدار ولي كبير لله تعالى ما بعرفوه الناس ذاته واعد تلقاه سواك بتاع عربية ولي لله سبحانه وتعالى تلقى مؤمن كالعربية ذا رات انقلب إلا الله بس لا نولي شنو يعني يعني انه يقوم بطاعة الله وان الله يتولاه وهو ينكسر لربه سبحانه وتعالى يؤمن به ويتقيه ذلك بان الله مولى الذين آمنوا وان الكافرين لا مولى لهم ولذلك يا جماعة انا احنا من ننكر الأولياء والصالحين لكن الولي المؤمن تقي لكن زول بيقول لك أنا بدي الجنة دا كيف يكون ولي لله زول يقول لك أنا باعلم الغيب دا كيف يكون ولي لله سبحانه وتعالى دا مخالف الدين حتى في الأصول حتى في الإيمان كيف يدي جنة الله سبحانه وتعالى قال في القرآن يتحدى الناس مش في الجنة يتحدىهم في أصغر المخلوقات يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا شو القوة دي كيف عالك لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له ما والله لما نتحداك ما بخلي لك شي لن نهاية كدي وصل وإي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه دول حقه من الضبان ما بيقدر رجعه الضبانة بتجي طايره ور ور ترك له فين خارته ما حقاره وتخش في اللكل وتاكل وتطير هناك جنب المروحة ور تقول لها هرجى حقك بيقدر وإي يسلبهم بعدين سلب الله ما قال وإي يأكل معهم الذباب يسلبهم سلب دب الراحة ولا بالقوة سلب دبانة بتسلب منه دب جي بلك الرائحة بيديك جنة جنة كيف يا جماع والله عقايد قسم بالله لو أبو جهل قام قام كذي قال لون يا ناس هوي كفرت عديلته أنا دار أرقل تاني كفرت بالله تاني بيرجع بيرجد تاني هذا صحيح التعبير يعني وإي يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب البناد غير الله والمطلوب البناد ذاته ما قدر الله حق قدره ما عظم الله حق تعظيمه إن الله لقوي عزيز فنحن ممننكر الأولياء أنا ما دار شتت الكلام دار يكون مرتب نستفيد أنحن ممننكر الأولياء في أولياء لكن أي زول قل لك أنا بدي جنة دا عرف ما ولي مرق قل لك أنا بأعلم غيب دم صادم للقرآن قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله دم قرآن وما يشعرون أيانا يبعثون ولي يقول لك بإذن الله الله ما بإذن لك الله ما بإذن لك تعلم الغيب والدليل في سورة آل عمران قال الله تعالى وما كان الله ليطلعكم على الغيب كلام واضح الله ما بيطلعكم نحن ممننكر الأولياء بعدين هو الكلام اللي بيقولوا دا ودي شبهة بالحقوة بأيدي أرحمك الله إذن إنسان عطس وحمد الله شيغال الباني قال الناس في المجلس كلون يعني ما فرض كفاية عينا يعني الله يجزي خير وحمد الله الرجل فالجماعة شنو الزول يقول لك أنتما بتنكروا الأولياء وبعدين بيقول لك بتسيبوا الأولياء شتموا الأولياء في نفس الوقت في نفس الوقت فهذا ما أسب ولا إنكار للأولياء أول شيء ما أولياء اللي بيقولوا كذا وكذا أنا ذكرت لك والولي الججد يا جماعة الولي الججد بتخفه الولي الججد ما بسوه له علم وتعالوا علينا جاي دعوا مستجابة وكذا وكذا وتدفع بياض إيه حاجة رائحة الناس مفتحين ملقوها يقول لك تنوم أنهم لقبل خير ألقى لك والمفتحين ملقوها تنوم تلقا كيف في الطريقة دي ونفتح لك الكتاب الكتاب ده ياته ياته كتاب وهل الرسول عليه الصلاة والسلام لو قصدوا بالكتاب القرآن هل الرسول عليه الصلاة والسلام كان مفتح القرآن للرائحة ما في صيحة البخاري زوجته عائشة رضي الله عنه ده ما كتاب التيمم وذي مناسبة التيمم ما زوجة عائشة رضي الله عنه العقد وقع منا والناق بركت فيه بفتش للعقد عشر ألف صحابي في حجة الوداع ومعاون الرسول عليه الصلاة والسلام دي غير حادثة الإفك عشر ألف صحابي دي الأولية ولا ما أولية صحابة ديل كيف الصحابة ديل يا زول والسيد ابن حذير ده بقر قرآن الملائكة نزلت في صحابة عديل الرسول الصباح قال الذي تلك السكينة تنزلت لقراءتك سعد بن معاذ دمات في صيحة البخاري اهتز العرش لموتي ها دي الأولية ولا ما أولية دي الناس عجيبين بعد دفتش للعقد عشر ألف نفر صحابي ومعاون النبي صلى الله عليه وسلم بفتش ما لقوه للصبح والصبح جاءت صلاة الصبح ما في موية طوال يا الله نزل شنو آية التيمم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا صحابة يمموا صلوا الصبح انتظروا شوية الشمس طلعت الناغة ويكفت لقل عجد وكان بفتش لهم نو دي الصحابة معاون رسول صلى الله عليه وسلم يالله قال ليه في القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم قال ليه الوحي دي اللي يجيك الغيب دي اللي يجيك وحي من فوق لكن التبرك ما بتعلمه دا للنبي صلى الله عليه وسلم ما فاحسن منه من الخلق يعني بعد دا قال ليه شوف أنا بديك آيتين بس في سورة الأنعم قال ليه قل وري الناس قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب مش واضح دارة تفسير يا جماعة ما دارة تفسير ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وفي سورة الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب ولو كنت أعلم الغيب لستكثرت من الخير وما مسني السوء هسه يجي واحد ساي صلى ذاته في الجامعة ما بصليه قاعد في غرفته قاعدت لبخور مولع وحاجات وحاجة كذلك زي الجنزير فكيب أبلي بجيب أليك تجيب أين تجيب أكيف تعلم أكيف ولذلك يا جماعة نحن ما شتمنا ولا نبزنا النقطة الثانية في نفس الموضوع ده ذاته كون الزول يقول نادوا الله سبحانه وتعالى في الشدايد أندهوا براه ونادوا براه وأنهموا براه وأفزعوا ليه براه ما تنادوا الشيوخ والأولية والأموات ده ما نبز لأنه النبز معروف أيما النبز تقول فلان ذا كذا كذا وتنبزه له والد والد وقبيل ده النبز لكن نادوا الله ما تنادوا فلان ده نبز بياتوا لغة ولي كان أبو بكر الصديق رضي الله عنه قال لما فارق النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا قال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات مجيب لغا منه الصحابة يقول لغا بالصدر رحب ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت وتلى الآية وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات وقتل انقلبتم على عقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وانا عندهم مجرد ما تجيب اسم الشيخ اتنبزته انا خائف والله يجي يوم كان وقفت اتكلم في التوحيد لو شكرت الشيخ ذاته يقول لك ما تجيبه كان قلت ذاته الشيخ ده والله جماعة سودان زين وظريف وطيب يقول لك اهي او اكتصل الجماعة لانه مجرد ما تجيب اسم شنو اتنبزته ما بركز في الكلام ذاته يعني اتما قلت لهم فلان ده في النار ما حكمت عليه عينا قلت قلت نادو الله ما تنادو الشيخ بيزعله طوال حس اتما لو مشيت مسجد قلت لهم نادو الله ما تنادو ابا بكر الصديق قلت لك كويس نادو الله ما تنادو عمر بن الخطاب قلت لك كويس نادو الله سبحانه وتعالى ما تنادو عثمان بن عفان قلت لك كويس نادو الله ما تنادو علي ابن ابي طالب حاضر مولانا بصر لك قلت لهم انا جماعة دمان ندا ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون اهدو شوية قلت لهم نادو الله ما تنادو الامام مالكا قلت لك الشافي قويس ما تنادو ابان حانيفة قويس امام احمد قويس ما تنادو البرع في مركوب بجيك طائر والله طوال لانه هنشنو خدت في راسن انه دنبز طوال ولذلك انا ما هذا الموضوع والله التوحيد ده ما اض احسن شيء واضرف شيء ذاته ما بحسن منه ذاته راحة للنفوس شو تلو دار ترتاح بس التوحيد فمن يريد الله ان يهديه يشرح صدر انشرح يشرح صدره للإسلام ومن يريد ان يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء الشبهة التي بعدها يقولون بان دعاة التوحيد يكفرون الناس مجرد ما تكلمت في التوحيد معناه تكفرت المسلمين ده والرد على الشبهة ده جماعة بالراحة الكلام في التوحيد ما معناه تكفير المستمعين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره في صيح البخاري قال والصحابة حوله كعائشة رضي الله عنها وكعبد الرحمن ابن عوف كعبد الرحمن ابن أبي بكر إلى آخره بمجموعة لحديث قال لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد قال عائشة رضي الله عنها يحذر ما صنعوا ده تحذير يا جماعة ده ما تكفير لأن يا جماعة زول داعية بيجي بيصلي في المسجد والإمام بيقيموا للصلاة وبصلي وهو الداعية بصلى وراه بعد الصلاة ما قام عاد الصلاة معنى ما عاد الصلاة معنى الزلد عنده مسلم ولا كافر ما عاد الصلاة من الصلاة طوال بيته بس سوى نصيحته معنى الإمام ده مسلم عنده والناس ذي المسلمين وإلا جمس جد ليه ما تكفير لهم ولذلك يا جماعة الآن زي ما في جهل وفي شيرك وفي كذا 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 برضو يا جماعة نحن بنقول الأصل في الإنسان البراءة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صيح البخاري وغيره كل مولود يولد على الفطرة ده أصل نحن بنذكر بعمومه وإلا العلم عندهم تفصيلات أخرى في النقل في غير وفي غير فدي شبهج ما قولك بيتكفر والله ما كفرنا والأخوان نصلي وراهن الزوال لو شفناه بيصف صعود وبسجر وعنده معاصي وجاء نصمس خشم وجاء توضع وخش صلى بالناس والله ما بنمرك من الجامعة وش ما عنده شريك بنصلي تب وراه وما بنعيد الصلاة بنصلي مطمئنين ولو إنسان عاد الصلاة كما قال شيخ الإسلام فهو مبتدع فهو مبتدع فدي مسألة والناس بتاكل ذبايح يا الناس بتاكل لحم من السوق معناه الناس ذي عندهم مسلمين لو عادي كفار وكذا معناه لحمهم ذاته شنو حرام ذاته ويزوج منهم حتى لقيمش يخطب لفت ويزوج ويعايش واضحك معهم يركب معهم المواصلات وقاعد في نصهم هو جماعة الكلام ذاته حتى أهل الحق وده المنهج القويم وده منهج الإسلام في حاجة يسمى إقامة الحجة يعني حتى الزلل وقع في كفر ما بكفروا طوالي في جهل قد يكون جاهل بيقولوا يعلموا الله سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وقال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل في حاجة يسمى قامت حجة والنبي عليه الصلاة والسلام كانت في جاريا بتمدح فيه قالت وفينا نبي يعلم ما في غدي دا كفر يعلم ما في غدي دا كفر لأنه مصادم للقرآن وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا بعد دا الرسول صلى الله عليه وسلم ما كفره لأنه شنو جاهل بالحكم دا بالحكم دا بالتحديد كانت جاهلة ما عارف قال لا لا فإنه لا يعلم الغيب إلا الله ولكن قولي بما كنت تقولين قولي المدح التاني ما المدح شنو الف والغلود دا كفر فالزول ما بكفر طوالي شو الرجل من شدة الفرح في الحديث قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك الرسول ما كفره صلى الله عليه وسلم لأنه ما قاصد قال أخطأ من شدة شنو فرعه الله أنا من أهل تكفير ولا جاين فجر الناس وده كل منهج من شوفه باطل التكفير الأهوج ما من غيره قامت حجة أما الزول البين ليه دا صاح وده الغلط قال أجماعة ما كنت عارف ها أسعرفت خلاص وده الحق دا أخونا ما مكفر زول قال لا 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 أنا عارف ما عارف وسنكذي بس لو بيودي جهنم ما بخليه هذا السوء لشو دا معاند اسمه و الله قال وقال قرينو هذا ما لدي عتيد القياف جهنم كل كفار عنيد دا معاند الاخر العاية الشبهة التي بعدها وده شبهة خطيرة بحاول انسف بادحوة التوحيد دا جماعة بيقولوا الآن ما في شرك ولك الرسول عليه الصلاة والسلام ما خاف على الأمة من الشرك وده جماعة خلاف القرآن وخلاف السنة حتى الآثار البتج في خطاب الصحابة دا خاص بالصحابة وإلا رب العز والجلال ذكر لنا في القرآن إن إبراهيم عليه السلام قال وجنبني ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس قبلية قال وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس قال محمد بن إبراهيم التميمي أو التيمي قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم عليه السلام النبي عليه الصلاة والسلام حزر الصحابة وما معنى أثبت لون الكفر لكن بيّن إنه الكفر والشرك بيجي في آخر الأمة حديث في مستدرك الإمام الحاكم وأصله في صيح مسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن يدي الساعة قال في الحديثة قال ثلاثون كذابون كلهم يزعم أنه نبي ولا نبي بعد إلى أن قال وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ حَتَّى تَلْحَقَ قَبَائِلٌ مِّنْ أُمَّةِ بِالْمُشْرِكِينَ بِالْمُشْرِكِينَ وَحَتَّى تَطَّرِبَ إِلْيَاتُ نِسَاءِ دَوْسِ هِنْدَ ذِي الْخَلِصَةَ أَوَ الْخَلَصَةَ قال لك في شرك بيحصل والشرك لليلة عاصل وإلا ما المقصود بالأمة نحن لن نعرف الأمة شو هل الأمة أي ناس بيجوا بعد الرسول عليه الصلاة والسلام وَلَا هَلَا الْأُمَّ الْنَّاسَ اللي استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام العلماء عندهم تكسيم بيقولوا في حاجة يسمى أمة الدعوة وفي حاجة يسمى أمة الاستجابة أمة الدعوة الناس البعض الرسول عليه الصلاة والسلام داخل الزمان ديل بيدعون فيهن البقبل وفيهن شنو البيرفض أمة الاستجابة دي لالناس الأطاعوه خصوصا في العقيدة ويتبعوه وإلا لو الأمة قصدنا السعودية المحل الوحي هناك الآن في ناس في السعودية شيعة شيعة هذه اللي قالوا القرآن دا محرف وكفروا أبا بكر وكفروا عمر وناس في البلد ديك في بلاذ الحرمين ناس بطعنوا في عائشة رضي الله عنه دا كفر الطعن في عائشة في عرضة صدام للقرآن ويقول القرآن محرف عديل وده صدام برضو للقرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له حافظون مصادمة لكتاب الله تعالى هذا كفر وإلا قصدوا الناس البعض الرسول عليه الصلاة والسلام طيب البعض الرسول عليه الصلاة والسلام الآن في ناس في أمريكا ذي المسلمين في ناس في الصين في ناس في الهند بيعبدوا البقر هذا شنو قصدوا بالأمة شنو الناس البعض في ناس السي بيعبدوا في البقر ديل نقول لهم شنو دل ما عندهم شيريك في ناس بيعبدوا النار مجوس ديل ما عندهم شيريك ولا قصدوا السودان السودان قبل الانفصال ولا بعد الانفصال ن fazem ذات حاصل شنو هذا ما الشيريك شو والنبي عليه الصلاة والسلام منصة الحديثة ده اقوى الرد على الشبه دي ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من امتي بالمشركين ولا ستشيرك شغال مظاهر شغال كذو الرناس مدينة واللغرية قليل ما في مبنى في قبر ده مظهر بتاع شنو الناس ده البابن فوق القبر ليشنو دارين الزوال ده يريحو والجوه القبر دار ريحو ده بتريحو اديك الدليل ده ما بتريحو الدليل في صيح البخاري من رواية ابن عمر او يروى عن ابن عمر وفي البخاري عن ابن عمر انه مر بقبر بقبر فيه فسطات اخضر استجب لي صيح البخاري انا باوريك له مر بقبر فيه فسطات اخضر فقال قبر من هذا قالوا قبر عبد الرحمن صحابي جليل سأولي فسطات اخضر بس ولا مبنى كمان قال انزعه يا غلام فإنه لا يظل العبد إلا عمله عمله بس سأوليه شنو الظل والراحة بالرسول عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم من رواية جابر ابن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر ويجصص ويقعد عليه العزان هاي أزنوا فيه إن شاء الله المسألة ينقف معا شوي فيبقى جماعة الشباب تأتي إنه ما في شركوا كذا لشبه واهية من أوجه كثيرة الوجه الأول من ناحية النصوص قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وقال تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون وقال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون وأدل كثير منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق ولا تزال طائفة من أمتي ولا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين إلى آخرين الحديث ذكرناه من الواقع الآن من الواقع بل من التاريخ هل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم هل قاتل الصحابة أهل الشرك والردة أم أنهم لم يقاتلوا الجواب قاتلوا أبو وكر الصديق قاتل شنو أهل الردة وفي ناس ادعوا النبوة واتبعوا الناس حتى بعد الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى بعد وفاة مواصلين في ردة قاتل الصحابة مسيلم الكذاب وما زال الناس وإلى يوم الناس هذا الواقع يثبت وجود الشرك يخشرك منتشر ذاته عجيب والله يشرك كمان في واحد أغلص من الأول ذاته مش زمان بيقولوا الخلقنا الله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله حتى في ناس عندهم شغل عجيب ذاته وقال لي بعيد في بلدنا دي فالله يقال لي بعيد في البلد دي تلفزيون عن نيل الأزرق وتلفزيون السودان زول جابوا في التلفزيون لقاء قال أنا جدد الكباشي الله دعو كن فيكون كن فيكون دي حقا تمنا جمع إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون الثاني جابه ده كمان جاب عجيب ذاته قال من كرامات الشيخ والله في التلفزيون هسي خش اليوتيوب بيجيبوها لك من نزلوها من التلفزيون موجود هسي صورة وصورة قال من كرامات الشيخ ده في التلفزيون قال إنه في واحد جاو ليه جنة دار ليه جنة دار ليه زرية قال لأقا ولده بره قال لأقا ولد الشيخ بره الدار ليه جنة قال ليه دار جنة قال ليه لأدى جنة قال ليهوا جنة ظل الهبر قبلORIA MSL قال دخل على الشيخ قال الله الشيخ أنا جاءتك من فعض ودار ليه جنة وولدك الشامي بره الشيخ الشامي breakup لو لم يمتع رجعا لما أدارك الشامي قال لما أدارك الأشياء لما أدارك أن تعالوا لي معاً فقلت بي fellفسه بالتلفزيون لأدارك الشامي قال لما أدارك لما أدارك الأشياء فقلت الأشياء قال لما chegou ولدي عنده شامة في رقبته هنا وابوي قل لي شامتك في القراء شامة ولدك وأنا شامة ولدي في الرقبة فوق الكلام ده كله لشنو للزول يعني المرة ما وصلها لسه ده كله الأولاد لما ندون شامات كمان ولسه أنا ده كله ما حيرني انت قال حيرني شنو قال فرجع المريد ده رجع في الطريق راجع إلى بيتي قال فالتقى برجل فقال إلى أين قال لي وانا ماشي للشيخ عشان دار لي جنة قال لي لا أقيف أنا الشيخ مش هتلت داني جنة ولده برد داني جنة اتنين اديتك واحد قال قال لدوزاتو بيقى يوزع بيقى مندوب بتاع الجينيات الله سبحانه وتعالى قال في القرآن أَيُشِرِكُونَ أنا غايته الآية دي قال أَيُشِرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُوا شَيْئًا شَيْئًا نَكِرًا في سياق النفي في سياق النفي تفيد العموم شفت شيء بسيط ما يقدر أَيُشِرِكُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنْفُسَهُمْ يَنْصُرُونَ وَإِنْ تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدَعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ وَأَلَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فِي الْقُرْآنَ أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخَالِقُونَ وَأَلَّا سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ فِي الْقُرْآنَ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ وَأَلَّا جَلَّ وَعَلَى قَالَ فِي الْقُرْآنَ هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كيف يشاء خاطب البشر ديل قال يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك رواية حفص في الدور فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك يقول لك الشيخ بيدي جنة ده في التلفزيونات والله الذي لا يلا غيره ده غيره في الكتب كتاب اسمه ليك سلام مني ده قال عديل الشيخ بيقلب البيت ولد قال ليه سلم يا ولد القلب البيت ولد وجاب لها مناسبة قال القصيدة دي والبيت ده عنده مناسبة المناسبة قال أن الشيخ يعقوب ابن أحمد الصليحابي عنده تلميذ اسمه أحمد ولد مدني التلميذ جاء إلى الشيخ قال يا شيخ عندي ست بنات في كتاب ليك سلام مني صفحة أربعين لأربع واربعين قال لي عندي ست بنات وأريد ولدا ذكرا قال فقال له الشيخ أحضر لي واحدة منهن في صبيحة يوم الجمعة بعد صلاة الفجر جيب لي واحد من الستة بنات وما قال لي دار لي شنو ولدا ذكرا قال فأحضر له واحدة فتناول الشيخ سبحته وأخذ صحابه ما كان عندهم سباح ابن مسعود أنكر السبحة العدد أنكروا باتخاذ الحصى وكذا وكذا قال فتناول الشيخ سبحته وأخذ يذكر الله بهمة عالية ثم تلا قول الله تعالى جوالقرآن ختفي غير محل يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب الآية دي تفسير في تفسير من كثير في صحايف اتنين في اللوحة المحفوظ ده أم الكتاب وفي صحايف عند الملائكة يمحو الله ما يشاء ويثبت في صحف الملائكة وعنده أم الكتاب ذاك شنو رفعت الأقلام وجفت الصحف قال ثم مسح على البنت فصارت زكرا بس مسح كذبت بيكتوى التهوالي والله جماعة قال في القرآن سبحانه وتعالى فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله شرك شغالة جماعة ما يقولوا ما فيه الناس جماعة بيدعوا الناس ينادوا لأموات والغايبين الزول الميت دا غسلوا كفنوا رفعوه أربع انفار ما قدر يتحرك وما عنده شي الميت دا جماعة كفنوا جيب ما فيه ما عنده شي في كفن فيه جيوب في زول بيدفنوا شايل لقروش ما عنده أي شي جوا ويسألوه جوا من ربك وده بره بنادي فيه الحاقني وفزعني وده كلام بيجيبوا في الصحف ويجيبوا في الإزاعات ويجيبوا في القصائد بلحنوا الناس ما مركزين فيها هن مع اللحن دا ما مركزوا فيها انت عارف قال شنو من غير لحن الناس ما مركزين فيها في البلاد نزيلوا مصيبة في البلد قل يا ولي الله إسماعيل ومتفون في اللبيض وإسماعيل ذاته القال هنا عدودة في جريت الدار 2015 و2017 جريتنا الاثنين بعيوني 2015 واحد اسمه شيخ رضا قال الغفير بتاع إسماعيل ضبحوه الغفير ضبحوه وإسماعيل جوه في القبر ما قدر يحمي غفيرو الجنبو ضبحوه بقدر يحمي الزول منهم بده يناديوه يا جماعة و2017 ل2018 جابوا قالوا يا جماعة قبة إسماعيل مع الخور قبة إسماعيل وقعت رب الليها قريب مئة سنة وقعت وجماعة جابوا تبرعاته شنو 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 يعني قبة وقعت يعني الطوب وقع فيه تل 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 وراق تحت الطوب وقع وما قدر يزبط القبة ده بنجيك انت من الشدايد ما بنجيك جماعة شاكذي الزول يدعو الله براه ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين ولليلة شفت دي المظهر التاني من الشرك الأول الخلق التاني موضوع الدعاء التالت موضوع علم الغيب للليلة شغالة جماعة أس الجمعة القبل الفاتت الجمعة القبل الفاتت والذي عيان وديته مستشفى أي هذا مستوصف والله في شرق النيل مستوصف الود منتظرين ذاك الفحص والنتيجة وكذا قعدنا في الاستراحة الانتظار دي بعد شوي شغلوا في الشاشة جابوا بيت لابسة توب هناك مرأة وخذت ودعات قدامه ودع ودع بعد شويه جابوا لك قصيدة ستة الودع أرمي الودع لي كشكشي شوفيه لي كان فيه شي قوليه لي ما تختشي يعني الدعاء لعلم الغيب يعني الوداعية تعرف بكرة بيحصل شنو وما تدري نفس ماذا تكسبه غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت والوداعية بتعلم الغيب ويمشوا للفكير قوليه شوف لينا الرايحة دا قاعد في بلدنا جماعة ولا ما قاعد النبي عليه الصلاة والسلام في صيح مسلم من رواية معاوية بن الحكم السلم لما سئل عن هؤلاء قال لا تأتهم شفت البدع لما الغيب ديل وبجيب الرايحة وبعرف بكرة بيحصل شنو وكذا وعنده خدام وبجيبوا لي كذا وكذا قال لا تأتهم كده دمص الحديث ما تكبر الرسول باللفظة دي كده صلى الله عليه وسلم لا تأتهم ما تمشي لهم والرسول عليه الصلاة والسلام قال من أتى كاهناً أو عرافاً فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم ليل الليلة ما شغال يا جماعة من مظاهر الشرك الناس بيقول لكم ما في شرك الحلف بغير الله الرسول عليه الصلاة والسلام في سنان الترمذ أنا قربت أختم في سنان الترمذ حسنه الألبان من رواية عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد أشرك حسنه ما في حلف بغير الله وحات جناي وحات النبي وحات القعدة دي وبالفناني ذاته يقول لك كذي وحات الريدة وحات شنو وحات وحات وحلفوك وقل لك عليك النبي وعليك الرسول كان تقعد ما بقول لك كذي وقل عليك الرسول كان تقعد وده شرك بالله سبحانه وتعالى من مظاهر الشرك المنتشرة جماعة وبعدها أختم بآخر شبهة إن شاء الله التمائم الحجبات ناس بيقول لك ما في شرك النبي عليه الصلاة والسلام في مسنة إمام أحمد وفي السيسلة الصحيحة من رواة عقب بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من علق تميمة فقد أشرك تميمة نكر في سياق الشرط تفيد العموم أي تميمة مجبق لك من القرآن عبد الله بن وزعود قال ولو من القرآن ما بجوز قال عبد الله بن عكيم قال ما بجوز عائشة قالت ما بجوز عقب بن عامر قال ما بجوز حذيف بن اليمان قال ما بجوز ولو من القرآن لأن القرآن نزل رضي الله عنهم دير لأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أماغ التوحيبات ولا علق زين في البيوت ولا كتب في الألواح حتى سوام حايات ما من الدين ولا كتب في أوراق وخدت في من قد سوى بخرات لا ترغي به ما عليش ما في مشكلة ترغي به لكن ما تمائم ترغي وتنفث فيه موية تشربه ده قراية ونفث فيه موية العلماء قالوا الدليل الرسول صلى الله عليه وسلم لما نجي ينوم بيقرأ قل الله والفلق والناس وينفث ويمسح ما استطاعه من جسده تقرأ وتنفث فيه موية مش تكتبه وتنزل هذا كل جماعة الآن من الشرك أسه ولم يزدمشينا المجلد أخوانا ذي للآن موجودين أخونا شعب عوض حفظه الله الشيخ ومجموعة من الأخوان أخونا محمد صديق مجموعة جايين من المجلد للفولة لقينا زول في الطريق رفعنا معنا الزول لا في الطريق والله الذي لا إلى غير هو زول فيه خير نحسبه أول ما ماشيين في الطريق لقينا شجرة بتاعت صدر نبق نزلنا الناس بلقطوا في النبق الزول الأول ما دنقر شفته وراء لابس له حجبات أسه بوريك لها أسه بوريك لها إن شاء الله في ختام المجلس ده حجبات طوالي بعد ركبة العربية تلطف نبيه ودينا كلام طيب وهو زول فيه خير نحسبه قبل طلع سكينه ماشينا قدام طلع سكينه قطعه أليق الله شوف الحجبات دي اقسم بالله ده نفر واحد قدرنا شرها لك شوفه حسبتا 22 حجاب ده نفر واحد بس أجمال الموضوع ده وقال لنا والله أنا ما كنت تعارف لكن رجعتي البيت والذي ذاته معلق لحجاب بقطع طوالي الله بس قال لنا تعالى وتكيفنا منه جدا والله الناس فيهم خير والبلد ده جماعة دايره دعاة الناس تشتغل ولذلك شبه الأخيرة والحبيت تختم بها بيقول لك الناس الواقع في شنو ويتو في شنو الواقع ده علاجه كله الرد على الشبه دي الواقع ده علاجه كله الناس ترجع عليه الله جماعة الرزق وين يا جماعة الدولار اللي بنزلوا منه وهل رزقنا عينها للدولار ولا رزقنا فوق الناس ترتبط طوالي بالله سبحانه وتعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون الناس اللي يشكوا فيهم خير مدعلمين يقول لك التبرج يا مولانا التبرج يتكال سببه شنو لو في توحيد صاح وكامل البيت كان خافت من الله شانكذا الله ربط التبرج بالجاهلية زمان الشرك قال ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى البتل بتوحيد الله تعالى من يقول لا ألبس الحجاب لأن الله قال في القرآن وليضربنا بخمرهن على جيوبهن يقول لك الله قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن يكون لهم الخيارة من أمرهم الناس اللي يشكوا من حقوق الوالدين حقوق الأولاد ولك يا مولانا الأولاد ويتم ما تتكلموا في الحقوق الحقوق ده معاه الشرك والبر معاه توحيد وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّا وَبِالْوَالِدَيْنِ شنو؟ إحسانا الناس اللي يشكوا من الحروب ولك البلد قامت بي جاي وقامت بي غادي وجاتوا التوحيد قال الله تعالى الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمْ شنو؟ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُون الرزق البركة بلدنا دي أخفي أبا حرين ونعم وشجر فاقد بركة بركة شان كذي قالوا وَلَوْا أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ والله والله الذي لا إلى غيره وديك المانا أختم بها شفت العز في الدنيا والآخرة مش الدول دي أسي الآن العالم دا الآن مش في مية سبعة وتزعين دولة أقسم بالله شد شد يخافوا ويرجفوا لو الناس وحدت الله والله الذي لا إلى غيره بنص القرآن شفت التوحيد دا بنص السنة قال الله تعالى وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يعملوا شنو يعبدونني لا يشركون بي شيئا رسول عليه الصلاة والسلام في البخاري قال نصرت بالرعب مسيرة شهر قبل ما يلاقي العدو بي شهر العدو بيرجف بخاف لأنه دين لأنه مربوط بالله لأنه القلوب بيد الله سبحانه وتعالى الناس التوحيد دا جماعة تركز فيه والبلد دي فيه خير رسة ما يقول لك العلمانية والجوطة والبنات لسا فيه نحن السلفين ومشينا بابا نوسا والمجلد والفولة وبيغادل وبيض والله الناس دي لسا شوفت الجوطة دي هنا بر البلد دي بر هنا ذاته في خير خلي بر ذا بر كرم ورجالة وشباب لسا وبنات لسا باحترام ولسا البلد دي في خير اوعة الناس تحبط واوعة الناس تفشل والناس تضايق وكذي تشتغل توحيد في المساجد ودعوه ما بيقدر يوقف دينا الله والله ما بيقدر والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم الذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعادٍ ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الَّذِينَ طَغَوا فِي الْبِلَادِ فَأَكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَاب ويف لحد هنا لا إن ربك شنو لب المرصاد وأنا أختم لكم شفت الجوطة دي كلها ضد الدين أنا والله مرتاح بس اشتغلوا توحيد مص آية بس ولا آية مص آية نامو التطمن الله قال إن الله لا يصلح عمل أي زول مفسد وده رفسد في البلد دي وفي غيره الله ما بيصلح عمل بس صبروا واشتغلوا توحيد وسنوا وبصروا الناس أسأل الله يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى ويأخذ من واصينا جميعا إلى البر والتقوى وأن يرينا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأن يرينا الباطل باطل ورزقنا اجتنابه وأن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فينا شقيا ولا محروما وأن يتغمدنا وإياكم بواسع رحمته وأن يجمعنا في دار الكرامة إخوانا على سلم المتقابلين وأشكر الشكر الجزيل أهل هذا المسجد لجنة ومصلين وإماما والناس تدعى جماعة في أحد المصلين في المسجد عنده أخوه عنده عملية بكرة وبعد بكرة فالناس تدعو له بالشفاء نسأل الله يشفيه ويشفيه جميع مرض المسلمين إزاكم الله خير ومبارك الله فيكم السلام عليكم